مشاهدين أهلا بكم محادثات هاتفية جرت بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشاز خلال هذه المحادثات جدد جلالة الملك تعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجه إليه رئيس الحكومة الإسبانية في الرابع عشر مارس رسالة تنسجم وروح خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العشرين أغوشت واحد وعشرين والفين وتستجيب لنداء جلالة بتتشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين وهكذا فإن الشراكة بين البلدين أضحت تندرج في إطار مرحلة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل وثقة المتبادلة وتشعور الدائم والتعاون الصريح والصابق متابعة لهذا الموضوع يحضر معنا في الستوديو الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد الدكتور بدر الزاهر الأزرق أهلا وسهلا بك مرحبا أهلا وسهلا بداية دكتور كيف تقرأ الدلالات السياسية لهذه المحادثات الهاتفية التي جرت بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خصوصا وأنها جاءت بعد الرسالة التي وجهها السيدة سانشيز إلى جلالة الملك قبل أيام يمكن أن نعتبر محادثات صاحب الجلال مع رئيس الحكومة الإسبانية يوم أمس بمثابة الإعلان الرسمي عن انتهاء الأزمة بين إسبانيا وبين المغرب وبداية عهد جديد من العلاقات التاريخية بين إسبانيا وبين المملكة المغربية إذن انتهى عهد تميز بتقلبات في الموقف الإسباني إزاء قضية الوحدة الترابية انتهى عهد كانت تحاول في إسبانيا أن تكون انتهازية إزاء مجموعة من الملفات الاقتصادية والسياسية إلى المغرب اليوم بداية عهد جديد وبداية علاقة جديدة قوامها الشراكة التعامل الند للند والاعتراف بمغربية الصحراء أظن أن هذا هو أهم مكسب خاصة لما لإسبانيا من رمزية وحضور في ملف الصحراء المغربية بصفتها المستعمر القديم الذي كان يحتل الأقالي من جنوب للمملكة المغربية وهي عرف الدول بعدالة قضيتنا وبمغربية صحرائنا لأن حين قدمت إليها واحتلتها كانت تعلم أن هذه أرض المغربية وواجهت مقاومة المغربية وهي اليوم بهذا الموقف تعود إلى صوابها وترجح كفة العقل وتحتكم إلى لغة المصالح المشتركة التاريخية والسياسية بين المملكة المغربية وبين إسبانيا نعم إذن هي مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات المغربية الإسبانية ما أبرز ملامح هذه المرحلة دكتور؟ هذه المرحلة هناك علاقة تشاركية الآن أسست بالمفهوم الصحيح لهذه العلاقة التشاركية اليوم المملكة المغربية هي تعد من أبرز الشركاء الاقتصادين لإسبانيا وإسبانيا كذلك والكل يعلم أن شركاء من الاقتصادين التقليديين هي فرنسا ولكن في المقدمة تأتي إسبانيا بحجم مبادلة عدد مليارات الدولارات وبعدد كبير من الشركات الإسبانية المستقرة في المغرب وعدد كبير من أفراط الجالية الإسبانية أيضا المقيمة في المغرب والذين يشتغلون في المغرب إسبانيا نشترك معها بخلاف بقية الدول كفرنسا أو الولايات المتحدة أو الدول الشقيقة في الخليج نشترك معه في شيء حميمي وهو التاريخ والجغرافية فلا يمكن أن نقفز عن هذين المعطين لأنهم محددين أساسيين في طبيعة العلاقة بين إسبانيا وبين المغرب وهذا كان شيئا دائما حاضرا في العلاقات بين المملكتين فترة كان يكون سببا في الصراع المتأجج بينهما حول المصالح المشتركة في المنطقة ولكن في مرات عديدة ومنها اليوم يكون سببا في التقارب بينهما وفي السعي من أجل تحقيق المصالح المشتركة إذن هناك مصالح سياسية وهناك مصالح اقتصادية وهناك مجموعة من الملفات المشتركة نعم سوف نتحدث عن هذه التحديات والملفات المشتركة طبعا في إطار عمليا وفي إطار أجرأة هذه المرحلة الجديدة وتطبيقها على أرض الواقع جلالة الملك وجه دعوة إلى السيد بيدرو سانشيز للقيم بزيارة رسمية إلى المملكة في الأيام القادمة هذه الدعوة وهذه الزيارة المرتقبة أي أفاق يمكن أن تفتح بين البلدين؟ أفاق واعدة للتعاون بينهما كما قلت لدينا مجموعة من الملفات في مقدمة ملف التعاون الاقتصادي ملفات مرتبطة بثلف القطاعات السياحة والتجارة والتعاون المشترك على مستوى النقل البحري ونحن نعلم أن المغرب الإسباني يتحكمان في أهم طريق بحري أو الطريق البحري المرع عبر مضيق جبل طارق وبالتالي المغرب الإسباني يسعيني لكي يكون منصة لوجستيكية ومنصة للنقل البحري ومنصة صناعية كبيرة للجزويد أوروبا وإفريقيا وكل الأسواق القريبة منهما بمجموعة من المتجات الصناعية وبالتالي التوجه نحو مشاريع مشتركة ونحو مقاربة تشاركية أظن سوف يعود بالنفع على البلدين عوض أن تكون منافسة محمومة قد لا تحقق الأهداف المرجوعة منها سواء بالنسبة للمغرب أو بالنسبة لإسبانيا إسبانيا اليوم بهذا التوجه هي تعترف بأن المغرب أصبح قوة اقتصادية وأصبح معادلة صعبة في المعادلة الاقتصادية المستوى المتوسقي لا يمكن التعامل معه إلا من خلال بوابة التعاون هناك ملف آخر مطروح ملف الهجرة وملف الهجرة هو مطروح بشكل كبير للمغرب الذي تحول من بلد عبور إلى بلد استقبال وكذلك مطروح بشكل كبير لإسبانيا لأنها لازلت وجهة عدد كبير بل الآلاف من المهاجرين القادمين من آسيا أو القادمين من إفريقيا والذين يتخذون المغرب معبرى نحو إسبانيا وبتالي من أجل تدبير هذا الملف خارج مقاربة الأمنية كان على إسبانيا أن تسعى لأن تكون هناك مقاربة تشاركية في تدبير هذا الملف هناك مشاريع أكبر تربط إسبانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي مع المغرب الذي أصبح عضو فعلا في الاتحاد الأفريقي المغرب يسعى لتقديم نفسه كبوابة اقتصادية نحو إفريقيا وأدون أن إسبانيا عبر تعزيزها لعلاقتها مع المغرب الذي لديها عشرات من اتفاقية التبادل الحر مع عدد كبير من القوى الاقتصادية وكذلك مع عدد تقريبا أكثر من ألف اتفاقية تجارية مع عدد كبير من الدول الإفريقية أدون أن إسبانيا سوف تسعى لأن تجعل من المغرب منصتها الاقتصادية أو قنطرتها للعبور نحو إفريقيا إذن هذا جزء فقط من الملفات التي سوف يتم التناقش بخصوصها هناك ملف آخر لا يقل أهمية عن سابقه هو ملف الطاقة المغرب إسبانيا يؤسسني الآن من أجل وضع شراكة مستدمة حول ملف الطاقة خاصة أن اليوم إسبانيا هي مرتبطة بأنبوب مع المغرب ويمكن استغلاله من أجل سواء تلبية حاجية هذا البلد أو ذاك أو من أجل تزويد أوروبا في حالة ما إذا تم البدء في استغلال مجموعة من اكتشافات البترولية والغازية في المغرب نعم نكمل في نفس السياق بمناسبة هذه المحادثات الهاتفية كانت هناك هذه الإشارة إلى أن على مختلف الوزراء والمسؤولين جاء هذا في البلغ للديوان الملكي على مختلف الوزراء والمسؤولين في البلدين هم مدعوون اليوم لتفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق طموحة تغطي جميع قطعات الشراكة تشمل كل القضايا ذات الاعتمام المشترك يقول هذا البلغ ما هي هذه قطعات دكتورة التي يمكن أن تستفيد من هذه العلاقات وفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات المغربية الإسبانية عندنا نفتد تحدثنا عن أول شيء هو التجارة التجارة البينية بين الدول وهناك أرقام كبيرة الآن تتحدث عن مليارات دولارات التي تموضع الإسبانيا كأكبر شريك اقتصادي ومورد للمغرب في حين يظل المغرب من أبرز الشركاء الاقتصاديين لإسبانيا خاصة على المستوى التجاري ونحن نعلم أن المغرب الآن يمتلك بنية تحتية قوية تقريبا خاصة في المجال المينائي تفوقت على نظيراتها الإسبانية نحن نتحدث عن ميناء طنجر المتوسط نتحدث عن مشروع كبير آخر في طور الإنجاز ومشروع ميناء الناظر المتوسط وبالتالي أن إسبانيا بعد أن فقدت جزء من ريادتها على هذا المستوى ومستوى الموانئ ومستوى المنصات اللوجستيكية المطلة على الحوض المتوسطي اليوم تسعى من أجل التعاون والتشارك حتى لا تخسر معركة المنافسة أمام الموانئ المغربية أمام التجارة المغربية إذن هذا كان ملف مطروح ملف آخر سبق وأن أشرت إليه ملف الطاقة الآن هناك سياق دولي يتميز بأن هناك أزمة حادة ناجمة عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا بخصوص المحروقات بخصوص الحبوب بخصوص بذور الزيت بخصوص مجموعة من الموارد لأن المواردين الكبار الآن كروسيا وأوكرانيا دخلوا في حرب وهناك مجموعة من العقوبات المفروضة على روسيا وهناك عدم إمكانيات تعبئة الموارد الأوكرانية من أجل تربية الطلب العالمي وبالتالي أن إسبانيا اليوم على مستوى الطاقة يتبحث عن شركة جدودة يتبحث عن أسواق بديلة المغرب يقدم نفسه أولا على مستوى الطاقة البديلة لأن المغرب أصبح من الدول الرائدة على مستوى الطاقة الشمسية والطاقة الرحية كذلك يقدم نفسه كبلدين واعد على مستوى الطاقة الهيدروجين الأخطر وهذه إسبانيا تلتقط هذه الإشارات وتتحول شيئا فشيئا نحو هذه الطاقة البديلة ونحو المغرب كشريك المستقبلي في هذا المجال المغرب اليوم وخلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن مجموعة من اكتشافات بخصوص الغاز والبترو في المغرب وأنه سوف يتم تفعيل هذا الحقول سوف يتم لبدء استغلال هذا الحقول في المدى المنظور وبتالي أن إسبانيا التقاطت كل هذه الإشارات ورجحت لغة المصالح ورجحت مصالحها الاستراتيجية مع المغرب وأظن بأن لغة المصالح كانت هي المحدد الرسمي والمحدد الواقعي الذي وجه بوصلة الديبلوماسية الإسبانية نحو اتخاذ هذا القرار التاريخي المغرب متواجد؟ نعم نود أن نشير إلى نقطة أخرى دكتور تتعلق اليوم بمسألة تأجيل زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية الباريس التي كانت مقررة إلى المغرب على أساس أن يعقد اجتماع على هامش زيارة رسمية يقوم بها سيد بيدرو شانسيز إلى المملكة في العرف الديبلوماسي كيف تقرأ هذا التأجيل؟ هل هو ربما يدل على الرغبة القوية للطرفين لبدء خطة جديدة في العلاقات ربما على جميع المستويات؟ كان لزمن أن يحدث ذلك لأن المدة الزمنية الفاصلة بين إعلان إسبانيا عن توجهات الجديدة الدبلوماسية المغربية وتاريخ الزيارة كان متقاربيني جدا ولا يسمحاني بأن يتم تعرض لمختلف الملفات الكبرى التي تجمع البلدين وكان لزمن انفساح فرصة أمام الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية من أجل إعداد الأرضية بشكل جيد لهذه الزيارة حتى تحقق أهدافها لأن أي زيارة في هذا الموعد القريب كانت سوف تؤثر بشكل أو بآخر على البلوغ الأهداف والمرمي من هذا القرار الذي اتخذته إسبانيا بالاعتراف بوحدة الترابية للمملكة المغربية واستئناف العلاقات مع المغرب بشكل مفتوح والتأسيس لعلاقة تشاركية على المستوى الاقتصادي والسياسي مع المملكة المغربية إذن قرار بهذا الحجم كان يتطلب إعدادا واستعدادا كبيرين وتهيئة للأرضية وللمشاريع التي يمكن يشتغل عليها ولا أظن هذه المدة التي تعد بأسبوعين تقريبا كانت هي الفاصلة بين موعد الزيارة الذي كان متوقعا وبين القرار كان كافيا من أجل التطرق لمختلف هذه الملفات والمشاريع إذن التريت دائما هو سمة العمل الديبلوماسي وأظن هذه المرة المملكة المغربية إسبانيا أثر أن يتريت إلى حين إعداد وإنضاج مجموعة من الملفات ومجموعة من المشاريع ولكن هذا توجه إيجابي وما يؤكد هذا التوجه الإيجابي هو المحادثات والاتصال الذي قام به صاحب الجلال يوم أمس والذي بطبيعة الحال تطرق لمجموعة من المواضيع بما فيها أظن موضوع الزيارة نعم نعود إلى هذا الموقف الإسباني الجديد الذي هو طبعا أساس هذا اللقاء هذا الموقف الإسباني الجديد الذي يعتبر مبادرة الحكمة الذاتي المغربية في أقاليمية الجنوبية هي الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وجدية لحل نزاع الصحراء المغربية ونذكر كذلك هذه التحديات والملفات المشتركة التي ذكرتها دكتور التي تجمع اليوم إسبانيا والمغرب كيف تقرأ آفاق ومستقبل العلاقة المغربية الإسبانية؟ أظن أنها أفاق وعيدة لأن اليوم صححت إسبانيا ما وقفها إزاء المملكة المغربية إلى حدود زمن قريب كانت لا تزال تنظر إسبانيا إلى المغرب أنه تلك المستعمرة التي استعمرتها نهاية القرن 19 ونالت استقلال سنة 1956 وذلك البلد الذي يتخبط في مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية خلال العشرين سنة الماضية المغرب صحح هذه الصورة وأثبت الإسبانيا وللعالم أجمع أنه أصبح قوة اقتصادية صاعدة أنه لديه نموذج سياسي متفرد جنبه الوقوع في مجموعة من المطبات التي وقعت فيها مجموعة من الدول المجاورة خاصة مجموعة من التربات الاجتماعية التي عصفت بمجموعة من الأنظمة السياسية أثبت المغرب صواب سياسته للعالم بإكماله وأظن أن إسبانيا اقتنعت في الأخير بأنه لا يوجد شريك دوم صداقية ولا حليف استراتيجي يمكن يعتماد عليه في المنطقة ككل إلا المغرب هذه القناعة تمت ترجمتها بداية هذا الأسبوع عبر قرار وزارة الخارج لإسبانيا المعروف الآن بأنها سوف تعترف بمغربية الصحراء وتعترف بصواب المقترحات المغربية وأنها سوف تبدأ صفحة جديدة الآن يمكن أننا قد وضعنا قواعد لعبة جديدة مع إسبانيا سيكون الكل فيها رابح إسبانيا ستربح بخصوص الملفات التي تعنيها والمغرب أيضا سيربح من خلال حماية مصالحي الاستراتيجية على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي كذلك هل يمكن لعودة الدفء هذا والحرارة للعلاقات المغربية الإسبانية؟ هل له أي تأثير على المنطقة؟ أكيد أول شيء سوف يعطي إشارة قوية لمختلف القوى الاقتصادية أن هذا التحالف الاستراتيجي وهذه الشاركة التي ستكون قائمة بين إسبانيا وبين المغرب أنها محفز للاستثمار سواء في إسبانيا أو في المغرب ثاني شيء لأننا نحن نعلم بأن المنطقة والسينين كانت معروفة بأنها منطقة اضطرابات خاصة منذ سنة 2011 إلى حدود سنة 2020 وهو الأمر الذي فوت على هذه المنطقة مجموعة من الاستثمارات الدولية التي كان يمكن أن تستفيد منها لا سواء إسبانيا ولا سواء المغرب اليوم هذه ضمانات وهذه إشارة قوية لمختلف المستثمرين الدوليين من أجل القدوم والاستثمار في هذه المنطقة ثاني شيء أظن بأن هذا التحالف الاستراتيجي الآن وهذه الشاركة التي أصبحت أمرا واقعا بين إسبانيا أو بين المغرب ستساهم في تعزيز تكامل الاقتصاد بينهما وسيكون لها إنعكاس أيضا على نسب النمو في مختلف البلدين وأن مجموعة من الملفة التي كانت تؤرق المغرب لمستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي قد يمكن إسبانيا التعامل معها بشكل مشترك وكما سبقا قلت فالمغرب سيكون بوابة لإسبانيا من أجل الولوج إلى إفريقيا وكذلك إسبانيا ستكون بوابة للمغرب من أجل مراجعة الإطار التعاقدي لذي يربط المغرب والاتحاد الأوروبي نعم الفكرة واضحة الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد الدكتور بدر الزاير الأزرق شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات